برضو من الكلام المهم جداً هو لما يبقى عندك حاجة حلوة عندك حاجة حلوة ليه دايماً بنحاول أن نفسد حاجة حلوة لمصر كلها؟ ليه دايماً بنحاول أن احنا نفسد الحاجة الحلوة اللي مصر كلها بتتكلم عنها دي؟ أنا عرفني الأهلوية ما بيعملوش كده ولكن البعض هناك هجوم شديد جداً على نجم النادي الأهلي كابتن محمد الشنوي على مواقع التواصل الاجتماعي متأكد أنه هم قلة مندسة الحقيقة من بعض من لا يشجع النادي الأهلي زي ما دايماً بقول ولكن من حقنا أن احنا ننتقد محمد الشنوي مليون في المية من حقنا أن احنا ننتقد محمد الشنوي طبعاً فيش أي مشكلة ولكن محمد الشنوي أفضل حارس مرمى في مصر وفي أفريقيا وسيظل كذلك وأحد أهم العناصر والركائز الأساسية اللي كانت سبب رئيسي في تتويج النادي الأهلي ببطولات كثيرة جداً جداً أنا مكنت عايزة أتكلم اليومين تلاتة اللي فاته ولكن أنا دايماً بشوف إيه بعمل إيه لما بلاقي فيه اتجاه معين فبشوف هل ده جمهوري الأهلي فعلاً ولا لأ فببضل ماشي ورا بعض الأكاونتس اللي موجودة اللي موجودة بتوصلني وببقى عارف إن الناس دي مين الناس دي وبتشجع فريق إيه بتشجعش الأهلي طبعاً طبعاً لكن اللي بينتقد محمد الشنوي الأهلوية اللي بينتقده محمد الشنوي بيقوله إيه أول كلمة بتتقال محمد الشنوي ده أفضل حارس مرمى محمد الشنوي ده إن لم يكن الأفضل فهو واحد من أفضل الحراس اللي موجودين في مصر وفي أفريقيا ولكن يمكن مستوى قليل السنة دي بسبب ظروف كذا ولا كذا ولا كذا مش عشان غلطة ولا عشان حاجة ممكن تحصل خطأ وارد بالمناسبة كلنا بنقطق في الملعب لكن الهجوم الشديد اللي على محمد الشنوي من بعض من لا يشجع النادي الأهلي بيقابله دلوقتي لو تاخدوا بالكوا كده إن جمهور الأهلي الواعي بيرد على مثل هذه الأمور بشكل جيد جداً النهاردة كمان عايزة حيّل حيّة الموقع الرسمي للنادي الأهلي لأنه صفحة رسمية يعني النادي الأهلي على الفيسبوك النهاردة حرصت على تقديم الدعم لمحمد الشنوي لأنه زي ما قلت لحضرتك إنه هو ده هم معارفين كويس جداً الناس دي بتاعي سوشيال ميديا طبعاً وفاهمين إنه اللي بيحصل ده يعني ما أي كلام يعني مش هو ده الصح يعني وإن هناك بعض الفيك أكاونت هي اللي بتودينا لهذا الاتجاه ولكن قائد كبير وحارس عملاق دائماً ما كان حاضراً في المواعيد وفرس الرهان الذي يحافظ على قيم وثوابت النادي الأهلي هو ده اللي يستحقه مننا محمد الشنوي أخطأ ننتقد محمد الشنوي يقول إنه أخطأ ولكن آه حيوقف على رجله تاني وحيفضل وحيعمل وحيبقى زي ما هو إحنا عايزين أنه محمد الشنوي يفضل زي ما هو ما يتغيرش لأنه هيكون سبب رئيسي أنا متأكد مليون في المية محمد الشنوي هيكون سبب رئيسي في تتويج النادي الأهلي إن شاء الله ببطولة الدوري وبطولتي كاس مصر اللي فاتت واللي جاية والكلام اللي عضلاتكم عارفينه ده لأنه مهم جداً 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 محمد الشنوي هو دعم واجب خلال هذه الفترة لأنه خش وشوف وحتى لو هناك البعض بيحاول من جمهور النادي الأهلي وهذا حقهم بالمناسبة هذا حقهم أن هما ينتقدوا انتقدوا كل حاجة ولكن تفتكر كده الشنوي هو بيطلع من تحت العرضة دي ومن تحت العرضة دي ومن تحت ومن هنا ومن هنا ومن هنا الشنوي ياما طلع دوره بالمناسبة مش قصد حاجة دوره ولكن الشنوي آه من حقنا أن احنا ننتقد ونقلل لأنه مستوى قل شوية ولكن في النهاية لأ محمد الشنوي يظل دائماً وعدين على فكرة تفكر كده حضرتك احنا عمرنا ما بنتعاملش بالقطعة سواء مدرب أو لاعب أو إدارة أو حتى بتتعامل على سنة على حسب العقود أو مجمل الشغل بتاعك عامل إزاي مش مجرد كلام وخلاص أنه المباريات القادمة للنادي الأهلي حنعتمد فيه على صاحب روح القتالية للثانية الأخيرة عشان كده دايماً حابب أن أنا أحيي دايماً لعبة النادي الأهلي بالكامل كلهم كلهم الحقيقة يستحقوا مننا التحية لأنه تعبوا جامد جداً جداً الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاي أصعب والفترة اللي بعدها أصعب فكل ده سواء ياسر إبراهيم سواء رمي ربيعة طاهر محمد طاهر يعني قتال ورجولة في الملعب هو دايماً محتاجينه في الفترة دي بالمناسبة